موسيقى السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من آخر طبعة سياسيا تتلون الصفحات الأولى من الصحف العربية الخليج اليوم إلى الواجهة خبر لم يغب عن معظم الصحف نقل حكم في قطر إلى الأمير تميم بين السلب والإجاب تتراوح نظرة الصحافة العربية إلى الموضوع من الخليج إلى شمال إفريقيا وتحديدا مصر التي تنتظر سحب الثقة من رئيسها بعد أيام وليس بعيدا عن محور تأثراتها تونس واستقالة رئيس الأركان فيها وطبعا لبنان وما بعد صيدة هكذا عنونت صحيفة السفير اللبنانية هذه العناوين نتابعها مع رئيس تحرير جريدة الصحافة اليوم الأستاذ زياد الهاني أستاذ زياد أهلا بك أهلا وسهلا أستاذ زياد أنت تحدثنا من تونس واليوم يعني تونس تعيش بأزمة ربما سياسية إضافة إلى مشاكل أمنية داخلها في ظل استقالة رئيس أركان الجيش فيها كيف تنظر إلى هذا الموضوع هو تقريبا الاستقالة أثارت الكثير من الأسف عند عموم التونسيين أغلب الأراء كانت تتمنى لو أن الفريق أول رشيد عمار قائد أركان الجيوش قد تريث في قراره بالاستعفاء على الأقل إلى حد إنجاز الانتخابات القادمة لكن مع ذلك ورغم قيمة الرجل فهناك ثقة كبيرة في المؤسسة العسكرية وفي قيادتها لأن قائد أركان الجيوش ثلاث الفريق أول رشيد عمار يبقى جزءا من هذه المؤسسة وجزءا من قرارها وهناك الكثير من القيادات التي قادرة على تعويضه والقيام بدورها على أفضل وجه أستاذ زياد بكل الأحوال هذا الموضوع سنناقشه بشكل مفصل لكن بعد أن نستعرض عنوين الصحف العربية مع الزميلة غادي غنطوس إذن غادي غنطوس وعنوين الصحف الصادرة اليوم السلام عليكم انتقال السلطة في قطر إلى شيخ تميم بن حمد الثاني ومؤتمر جناف اثنين أبرز ما تنقلته بعض عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع عنوين صحيفة الشرق الأوسط السعودية العاهل الأردني للشرق الأوسط السنة والشيعة حقيقة ستستمر إلى يوم الدين مبايعة الشيخ تميم أميرا لقطر وترقب لإعلان حكومته تنحي رئيس أركان الجيش التونسي بعد انتقادات حادة ونواب اقترحوا تغيير اسم قانون تحصين الثورة إلى أبرز عنوين صحيفة السفير اللبنانية ما بعد صيدة الانقسام السياسي يلتهم إنجاز الجيش معركة التمديد لقهوج تحتدم بين عون والحريري شروط أمريكية تعرقل التسوية في سوريا لا جنف اثنين قبل إعادة التوازن ميدانيا قطر تنحى الأمير بويع الأمير أما صحيفة الثورة السورية فعنونت قواتنا المسلحة تسيطر على المباني المحيطة بالمشفى الوطني ومبنى التأمينات وحرم جامع عبد العزيز بدرعة وتطبض أسلحة إسرائيلية في سيارة متجهة إلى المعظمية وتقضي على العشرات من إرهابيين نصرة بينهم شيشانيون بريف إدلب لفروف وكيري يلتقيان الأسبوع المقبل روسيا والجزائر تؤكدان على الحل السلمي للأزبة وإيران تسليح الإرهابيين يؤخر عقد المؤتمر الدولي قانون بمعاقبة كل شخص يدخل سوريا بطريقة غير شرعية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة أو إحدهما أما صحيفة العرب اليوم الأردنية فعنونت الملك حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة استقبل وزيرة خارجية إيطاليا والمفوضة الإنسانية الأوروبية قطر انتقال سلس للسلطة الملك يهنئ الأمير تميم بالإمارة الأمن اللبناني يلاحق أحمد الأسير المتواري عن الأنظار الشيخ هرب عبر نفق إلى المخيم ننتقل إلى أبرز عنوين صحيفة أخبار اليوم الجزائرية شركات روسيا خارج القائمة الصوداء بالجزائر خمسة ألاف دينار للفقراء في رمضان والشروع في إحصاء وتسجيل المستفدين من القفة وأخيرا إلى أبرز عنوين صحيفة الأنباء الكويتية الحكومة ملتزمون بالصوت الواحد ولا تعديل إلى صوتين الأمير أول رئيس دولة في العالم يهنئ أمير قطر بتوليه مقاليد الحكم وبهذا العنوان نصل إلى الختام عودة إليك دينا شكرا لك غادي أستاذ زياد أكثر من عنوان اليوم طرحته الصحف العربية يعني مجمل الخارطة العربية ربما وجودة اليوم على صفحات الصحف برأيك العنوان البارز والملح أكثر من أي عنوان آخر ما هو ليس عنوان هو الذي أثار انتباهي بقدر ما هي صورة قمتم بتمريرها وهي شورة الشيخ يوسف القرضاوي بين الأمير المتخلي والأمير الجديد لدولة قطر هناك تغيير لكن على مستوى على الأقل هرم هذه الدولة لكن السؤال المطروح إلى أي مستوى يمكن أن ننتظر تغييرا في السياسات ووقفا للمسار التخريبي الذي للأسف يتحمل فيه الشيخ يوسف القرضاوي جزءا كبيرا من المسؤولية نظرا للأذى الذي تسلط على كامل المنطقة بسبب السياسات التي انتهجها والتي يحرض عليها طيب أستاذ هاني طرحت سؤال مهم إلى أي مستوى ممكن اليوم نحن أن ننتظر تغير في السياسة القطرية خصوصا السياسة الخارجية هو في تقديري أن التغيير الأساسي سيطال منصب وزير الخارجية وحتى وأن كان حافظت دولة قطر وهي ستحافظ على الخط العام لسياساتها إلا أن نعتقد أن شخصية الوزير الخارجية السابق وما تتسم به واسمحوا لي أنا لا أجد عبارة أكثر لطفا منها وسأستخدمها للضرورة عدوانية بين الضفرين على كل ما نتمناه هو أن تقع مراجعات لأن الوضع لا يحتمل أن تتواصل السياسات الحالية والتي أوصلتنا إلى حافة الهاوية وربما قد تؤدي بناء إلى الانهيار الكامل الأزمة السورية برأيك كيف ستتغير النظر إليها أو التعامل مع الأزمة السورية من خلال الجانب القطري مع الأطراف السورية بهذا التغيير علينا أن لا نسقط من حساباتنا أن قطر ليست سوى أدات لتنفيذ أجندة ولتنفيذ سياسة طرعاها قواء هيمنة دولية الأشخاص هنا ربما في تنفيذ هذه السياسات قد يكون البعض أكثر عدوانية وأكثر تشددا من بعض الواحد لكن المحصلة بالنتيجة هي نفسها وفي تقديرنا أن الواقع هو الذي على الميدان سيفرض تغيير كل المعادلات على المستوى الدولي وارتدادا كذلك على المستوى القليمي وبالأساس الدور القطري السعودي التركي فيما يجري على الأرض السورية حاليا أستاذ هاني اليوم أيضا مصر تمر بفترة أزمة بعد بضعة أيام سيكون هناك مليونية تمت الدعوة إليها ضد حكم الرئيس مرسي بمناسبة سنوية الرئيس مرسي أو مرور سنة على توليه الحكم في مصر طيب أنتم في تونس كيف تنظرون إلى الوضع الذي يجري في مصر خصوصا هناك تشابه على المستوى السياسي على مستوى الحكم أيضا بين البلدين الأجندة التي يقع تنفيذها في كامل المنطقة ليس فقط أنت في مصر هي أجندة واحدة قاعدة الارتكاز الأساسية فيها هي مصر نظرا لثقلها الطبيعي والتاريخي وكذلك لحجم السلطة التي بين أيدي حركة الأخوان المسلمين اليوم لكن واضح جدا أن هناك تغير في المشهد المصري تماما كما هو الوضع بالنسبة إلى تونس أن الأشخاص الذين استأمنهم المصريون ومن قبلهم التونسيون على أحلامهم فالتغيير الذي يرتقفني بأوضاعهم هذه الأمال تقريبا خابت ونتوقع تغييرات جذرية في المرحلة القادمة وما يجري على أرض مصر وخاصة هذه التحركات الاحتجاجية ومنها المطالبة في بيعفاء الرئيس مرسي كلها تشير إلى مخاف ربما يحمل تبشير التغيير طيب أستاذ زياد هل إذا ما نجحت حركة الثلاثين من يوليو في مصر والتي يتم الحشد إليها بشكل كبير اليوم على الأراضي المصرية من قبل المعارضة هل إذا ما نجحت في مصر ستمتد إلى تونس وربما إلى باقي بلدان ما يسمى بربيع العربي هل ستحدث تغييرا ما على المشهد السياسي القائم أنا أفرق بين مسألتين المسألة الأولى هي مسألة التأثير التأثير اليوم نلمسه في تونس من خلال أطلاق حركة مشابهة هي أطلق عليها الشباب الذين كونوا اسم حركة تمرد لكن إلى أي مدى أن هذه الحركات يمكنها أن تنجز على الأرض تغييرا فعليا في تقدير أن المسألة التغيير سيأتي عبر الانتخابات سيأتي عبر صندوق الاقتراع والمواطن الذي أوصل هؤلاء إلى الحكم بأمال فمتني كبيرة أظن أنه هو نفسه الذي سيعاقبهم عبر صندوق الاقتراع لأنهم لم يكونوا في مستوى أماله وتطلعاته أستاذ زياد بكل الأحوال المتحدث باسم حركة تمرد اليوم له مقابلة صحفية سنتابعها في الحدث العربي إذن ما هي الشروط الأمريكية التي عرقلت التسوية في سوريا والعهل الأردني قادر على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المملكة هكذا يقول وتمرد في تونس لإسقاط النظام ماذا في الحدث العربي أو في الحدث لنتابع المصر اليوم المتحدث باسم تمرد التونسية إسقاط النظام جوهر الحملة أكد المتحدث باسم الحركة تونسية هيثم العوني في حواره مع الصحيفة أن فكرة إسقاط النظام هي جوهر تحرك تمرد في تونس وأن نجاح تمرد في مصر دفعهم إلى توأمة هذه الحركة في تونس العوني أضاف أن الحركة تونسية تسعى إلى جمع أكثر من مليون ونصف المليون توقيع شعبي لإسقاط مسودة مشروع الدستور الحالية وإسقاط المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه ولفت إلى أن هذا التحرك غير متحزب ولا ينتمي إلى أي حزب أو طيار أيديولوجي وبالتوازي مع رفض الحملة أداء الحكومة ودستور فأنها غير راضية كذلك عن أداء المعارضة العوني اعتبر أن أكبر تحدي لثورة في تونس هو تفريط الشعب في دوره المحوري لاستكمال الثورة أما عن انتقاداتهم الأساسية مشروع الدستور الجديد فهي بسبب عدم تجريمه التطبيع مع العدو الصهيوني إضافة إلى التضييق على الحريات الشخصية وحقوق المرأة والطفل والكثير من الفصول الملغومة السفير شروط أمريكية تعرقل التسوية في سوريا أعاد الأمريكيون في جناف التفاهمات مع الروس إلى نقطة الصفر مع فرض تشكيل الوفد المعارض تحت مظلة الاتلاف الوطني السوري مع تمثيل عسكري برئاسة اللواء سليم إدريس وهو ما رفضه الروس في التفاهم الأول الأمريكيون رفضوا تحديد موعد للمؤتمر قبل البحث في إعادة ميزان القوى بين النظام والمعارضة إلى ما قبل القصير أو ربما قبل أن تفعل عمليات التسليح السعودية والقطرية الكتيفة الصاروخية والمدفعية فعلها في قلب معادلة الميدان لصالح المعارضة مرة ثانية وبحسب ديبلوماسي غربي فقد رد الروس على الاعتراضات الأمريكية بالتذكير بأن قضية الكيميائي واهية ولا تقوم على أسس مادية وقال ديبلوماسي الروسي للأمريكيين أن حزب الله احترم قوانين الحرب في القصير ولم يرتكب أي جرائم أما تصعيد العمليات العسكرية للجيش السوري في حلب فليس ما يشير لدى الروس إلى وجود مؤشرات على استعداده لشن هجوم واسع على المدينة شبيه بعملية القصير الشرق الأوسط العاهل الأردني قادرون على اتخاذ كل الإجراءات لحماية الأردن قال العاهل الأردني الملك عبد الله في حديث للصحيفة أنه بات واضحاً للكل أن الأزمة السورية قد تمتد من حرب أهلية إلى نزاع إقليمي ومذهبي لا تحمد عقباه ولا يعلم أحد أين يمكن أن يصل مداه الملك دعا إلى تنصيق عربي ودولي أكثر جدية وضف العاهل الأردني أن المستقبل يحمل نزاعاً مفتوحاً سيؤدي إلى تقسيم سوريا وهو أمر ليس في صالح أحد دعياً إلى إطلاق عملية انتقالية سياسية شاملة تضم وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري أستاذ زياد قبل الدخول في الملف التونسي سناداً إلى ما نشرته صحيفة السفير اليوم نقلاً عن كاتب محمد بلوت هل نستطيع القول بأن حظوظ أو التعويل على مؤتمر جونيف 2 قد تراجع؟ هو مؤتمر جونيف 2 والذهاب إليه مرتبط بفرض توازن معين هذا التوازن بعد معركة القصير اختل لفايدة الدولة السورية وهذا معطل في الواقع الذهاب إلى هذا المؤتمر مع الإشارة وقد سبق لي أن قلت لكي بني ذلك أن الواقع على الميدان هو الذي سيحدد كل معادلات المستقبل أذكر بشيء وحيد أنه في 1923 فيني على ما أعتقد كان هناك قرار دولي بحصر حدود الدولة التركية في شرق البوسفور أي حصرها في القارة الآسيوية وإلغاء كل وجود لتركيا على الأرض الأوروبية على الأرض القارة الأوروبية لكن إصرار مصفى كمال أتاترك وانتصاره الميداني هو الذي قلب المعادلة وأقر بالتواجد التركي على الجزء الأوروبي حيث حدودها الآن نفس الوضع في سوريا المعركة القصير كانت معركة هامة وستراتيجية وأظن أن المعركة حرب عصفة الشمال التي يسميها السوريون ستكون هي المعركة الفاصلة والحاسمة للنزاع ليس فقط على الأرض السورية وإنما لمستقبل كامل المنطقة يعني أفهم منك أستاذ زياد بأن الكلمة الفصلة اليوم ليست للسياسة إنما للميدان يعني أن لا نعاول كثيرا في المجال السياسي أو على حل سياسي أو على حل سلمي إنما الحسم اليوم للميدان للأرض السياسة هي ترجمة لواقع موجودة على الأرض الذين يخططون اليوم للمنطقة يريدون واقعا تكون فيها حكومة دمشق ضعيفة ونظامها ضعيفا لأن عندهم أجندات يريدون تسويقها ويردون فرضها في المنطقة فالحل السياسي الذي وقع التخطيط في انتله هو حل لتكريس حالة الضعف في الدولة السورية طالما أن هذه حالة الضعف لن يتمكن من تحقيقها في العالي الأرض فبالتأكيد لن يكون بإمكانهم فرضه عن طريق المفوضات السياسية لأن الواقع الميداني هو الذي يحدد المواقف وهو الذي يحدد المواقع طيب برأيك اليوم أستاذ زياد لمن سترجح الكفة على الأرض في سوريا في ظل كل ما نراه إذا نظرنا إلى صورة المعارضة اليوم وإذا نظرنا إلى صورة الجيش السوري برأيك الكفة اليوم لمن سترجح الكفة سترجح لفاية الشعب لفاية الحضارة لفاية التاريخ لفاية سيادة القرار الوطني شعب سوريا شعب عريق شعب أصيل شعب سوريا شعب حر سعب سوريا صحيح أنه انتفض في بداية حركتي من أجل الديمقراطية لأنه يطمح إلى حياة أفضل لكن شعب سوريا وهذه دروس التاريخ علمتنا إياها أنه لن يكون كالمستجيري من الرمضاء بالنار وسعب جوريا قادر على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد أن يحسن ويطور من نظامه السياسي ويجعله نظاما ديمقراطيا يستوعب السوريين كلهم ويتصدى للفساد الذي ينخرطني هذا في المدى النظام لكن ذلك لن يكون على حساب سيادة سوريا لن يكون على حساب وحدتها لن يكون على حساب مستقبلها ودورها لأن سوريا هي قاعدة ارتكاز أساسية منذ ألاف السنين وليست سوريا من الدول الحديثة الناشئة سوريا دولة وحضارة منذ ألاف السنين وهذه من الحضارة في لحظة الاشتباك مع الواقع وعند التهديد تعرف شعبها كيف يختار الخيار الصحيح الذي يحمي حاضره يحمي مستقبله لكن في نفس الوقت يحمي ماضيه المجيد أستاذ زياد حضرتك كنت ضمن الوافد التونسي الذي زار سوريا مؤخرا والتقى الرئيس الأسد أيضا وبحث معه في موضوع أو قضية المسجنين التونسيين أين أصبحت هذه القضية؟ أنا لم ألتقي الرئيس الأسد نعم كنت ضمن الوافد؟ نعم كنت ضمن الوافد للمجتمع المدني والإعلامي ولم نلتقي المسؤولين الرسمين في الحكومة السورية علاقاتنا كانت مباشرة مع المجتمع المدني السوري برئاسة الأستاذ خالد محجوب أستاذ زياد هذه القضية أين أصبحت؟ هناك الآن الحكومة التونسية طلبت تدخل الصليب الأحمر نظرا لانقطاع العلاقات بينها وبينها الحكومة السورية الصليب الأحمر أحاطى الطرف السوري بالطلب التونسي والآن تقريبا هناك من بداية حوار حول بحث الترتيبات التي من شأنها أن تنفذ وأؤكد هنا الاتفاق تطبيق الاتفاق الحاصل بين ممثلي المجتمعين المدني والسوري طيب ما هي العراقيل أمام هذا الملف هو أظن الإرادة موجودة من الطرفين من الطرف التونسي ومن الطرف السوري المسألة هي مسألة تقنية في بحثة وهي بحث الآليات التي تمكن من تنفيذ الاتفاق الاتفاق الذي يقوم على محورين أساسيين المحور الأول هو تسليم المعتقلين التونسيين الذين دخلوا الأراضي السورية بنية القتل وبنية القتال لكن من ألطف الله أنه لم تتلطخ أيديهم بالدماء وهناك استعداد سوري كريم للعفو عن هؤلاء الشباب المغرر من بهم والمحور الثاني يتعلق بالمقاتلين الذين يحملون الآن السلاح على الأرض وبحث إمكانية السماح لهم أو تمكينهم من ممر آمن يلقون سلاحهم ويلجأون إلى منطقة آمنة تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي على أن يتم فيما بعد بحث آليات ربما إعادتهم إلى تونس بعد النظر في الإجراءات القانونية التي قد تتخذ في حقهم لكن المهم بالنسبة لنا هو أن نضع حدا لهذا الفصل المؤمن وأستسمحك فقط بعجالة أن أذكر هنا أن هذا الشباب وأصبحت هناك قناعة كبيرة اليوم عند التونسيين أنه يقع التغير بهم لأنه أحد المعممين الذين ينتسبون إلى مشائخ من الدين كان قبل أيام في القاهرة حيث وقع هناك فيني على نداء لما يسمونه الجهاد في سوريا يحرض شبابنا على الذهاب إلى التهلك في المحرقة السورية وعلى الزج به في فتنة طائفية بغيظة هذا الشيخ لما سئل وكان يحرض الشباب على الذهاب إلى ابن سوريا لما سئل عن أبنائه أوضح أن أبناء على ما سئل إذا ما كان مستعدا لإرسال أبنائه إلى سوريا للجهاد فرفض ذلك وكان واضح أن هؤلاء فيني الأشخاص هم تجار موت هم سماسيرة موت يلقون بالأبناء الآخرين إلى المحرقة إلى التهلك إلى الموت فيما يحتفظون بأبنائهم لإرسالهم للتعليم في أرقى وأكبر الجامعات العالمية حتى يكونوا حكاما في بلدهم في حين يهبون الموت الآخرين طيب أستاذ زياد نحن سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعدها إلى متابعة هذه الحلقة وفيه ما خاص الملف التونسي يعني تونس من الداخل بكل تفاصيله فاصل ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدينا نعود ترحيب ضيفنا من تونس الأستاذ زياد الهاني رئيس تحرير جريدات الصحافة اليوم التونسية أهلا بك من جديد أستاذ زياد أهلا وسهلا أستاذ زياد يعني كنا قبل الفصل قد مر ضمن موضوع الحدث حركة تمرد هذه الحركة ما مدى صداها داخل أجل الشرع التونسي وهي أيضا تطالب بإسقاط النظام هناك هذه الحركة ما زالت في بياد دايتها لكن مع ذلك حسب أن المسه من تعليق في مواقع التواصل الاجتماعي في نتني أساسا هناك انتباه لها هناك الكثير من الترحيب بهذه الحركة وهذه مسألة مفهومة لأنه اليوم المسل الوطني التأسيسي الذي يختزل الشرعية الدستورية في تونس باستثناء عدد محدود من النواب الذين أظهروا أنهم جديرون بالفعل بكل التقدير وبكل الاحترام إلا أن الباقي للأسف حولوا هذا المجلس إلى مهزلة إلى أضحوكة تثير إشمأزاز الناس وتثير صخرياتهم واستياءهم اليوم لم تعد هناك أي ثقة في هذا المجلس في وقت يعاني فيها المواطن التونسي وتزداد معاناته يوما بعد يوم وهو الذي كان يأمل أن تتحسن ظروفه من التغيير الذي حصل في البلد يوم 14 جانب 2011 لذلك فأن هذه الحركة سواء بمضمينها أو حتى بعنوانها وهو التمرد لا يمكنها إلا أن تلقى صدا طيبا عند عامة الناس يبقى هناك فرق بين الصدا والتفاعل الإيجابي مع فكرة ومداء قدرة هذه الفكرة على أن تتجذر في الواقع وتتحول إلى حركة للتغيير هذا ما علينا أن ننتظر أكثر لنراه أفهم منك أستاذ زياد أنكم تدعمون شخصيا هذه الحركة ومطالبها أيضا إسقاط المجلس التأسيسي ويعني ما عليه من تداعيات هناك هو الحماسة واضحة عن شباب هذه الحركة وتظهر حتى ربما في بعض الاستعمالات غير الدقيقة فالمطلوب اليوم ليس إسقاط النظام الوحيدون الذين يطالبون بإسقاط النظام هم السلافيون الوهبيون والتكفيريون الذين لا يؤمنون بالدولة الديمقراطية الحديثة الذين يريدون نسف كل مؤسسات الدولة على أن يبنوا فوق خرابها مؤسساتهم القرى وسطية هم لكن مع ذلك أؤكد أن تحرك هذا الشباب الاحتجاجي يعبر عن شعور كبير موجودة عند شراح عديدة من المجتمع التونسي هذه الشراح التي صوتت بكثافة للإسلاميين ممثلين أساسا في حركة النهضة كانوا يأملون من هؤلاء أن ينجزوا تغييرا في واقعهم أن يقطعوا نهائيا مع نظام الفساد الذي كان سائدا أن يعيدوا للبلاد ازدهار اقتصادها أن يرتقوا بالمستوى المعيشي للناس لكن للأسف ما من شيء من هذا قد تحقق في أوضاع البلاد تتأزم يوما بعد يوم المنقذون أصبحت قضايا الفساد تلاحقهم حيث ما حلوا هناك استياع كبير هناك خيبة أمل كبرى نرجح أن وضع حد لهذا الفصل سيكون من خلال الانتخابات القادمة لكن كل التحركات الأخرى في تقديري لن تكون بمقدورها أن تنجز التغيير المطلوب على الميدان بقدر ما أنها أنها ستساعد عملية الحشد التي ستمكن خلال الانتخابات ربما من تغيير الواقع وفتح أفاق جديدة أمام تونس أستاذ زياد اليوم إلى جانب كل هذا في تونس تبرز إلى الواجهة إلى واجهة الحدث السياسي في تونس وما عليه من تدعيات على الحدث الأمن أستقالة رئيس أركان الجيش ذكر تحت الهواب أن الأسباب التي ذكرها رئيس الأركان لم تكن مقنعة هناك أسباب أكبر بذلك من كثير لو شرحت لنا هذا رأيك بشكل مفصل أكثر بالنسبة رئيس الأركان الجيش الفريق أول رشيد عمار ذكر أنه آن الوقت بالنسبة إليه أن يعود للتفرغ إلى شؤون بيته وإلى أبنائه مؤكدا أنه لم يستقل وإنما طلب تمكينهم من حقه في التقاعد الإداري عن العمل طبعا هذا الكلام ليس دقيقا لسبب بسيط هو أن الفريق الأول رئيس الأركان الجيوش كان يستحق الخروج على التقاعد منذ شهر أكتوبر 2006 عمليات التمديد الإداري في نظام العمل لعنى في تونس هي تمديدات سنوية يعني كان يفترض لو أنه بالفعل لا يرغف أن يمدد له سنة أخرى سابعة بعد التقاعد أن ينتظر خروجه بشكل طبيعي للتقاعد في شهر أكتوبر إصراره على أن يخرج اليوم رغم أن رئيس الجمهورية طلب منه وهناك العديد من القيادات السياسية التي طلبت منه وطلجته أن يبقى ووصل مهمته على الأقل إلى الانتخابات القادمة تؤكد أن الرجل هناك قرار بإصرار منه على أن يغادر المؤثر العسكري لا أقل غادر المشهد الوطني لأن هذه المغادرة اليوم أصبحت ربما فتحت احتمالات جديدة وإمكانات جديدة حول مستقبل هذا الرجل لأن نزعه لالبدلة العسكرية لا يعني ضرورة خروجه من دائرة الفعل والتأثير الوطني خاصة وأنه تنطبق عليه مقولة جربة فصحة هذا القائد ومعه المؤسسة العسكرية أنا أرفض هنا عملية التشخيص كان راعيا للثورة ولأهدافها عرض عليه ليلة مغادرة الرئيس السابق الأسبق العفوز العبد بن علي البلاد من كل أقطاب نظام الحكم بما فيهم رئيس المزراء بوقتها سيد محمد غنوشي أن يتسلم رئاسة البلاد لكنه رفض ذلك بكل قوة وأصر على أن يقع الالتزام بتطبيق الاستحقاقات الدستورية بمعنى أن رئيس البرلمان هو الذي يتولى في الحكم بصورة مؤقتة إلى حين الانتخابات على كل ساهم في الحفاظ على أمن البلاد على المستوى الداخلي لكن كذلك على مستوى الحدود مع الجوار المضطرب وجه العديد من الرسائل منها ما كان واضحا ومنها ما كان مشفرا حول المخاطر التي تتهدث بلادنا وصل إلى حد القول بأن ممكن أن تتجه تونس إلى الصوملة إذا لم يقع تعديل المصار السياسي فكل هذه المعطيات الثقة والمحبة التي يحظى بها لدى شراع واسعة هو ومعه المؤسسة العسكرية أو المعسسة العسكرية وهو من ضمنها هذه المحبة ربما قد تترجم إلى دور أساسي في المرحلة القادمة في وقت تبحث فيه البلاد عن زعيم يكون جديرا بها وبثورتها طيب هو ذاته يعني رئيس أركان الجيش ذكر في مقابلة تلفزيونية بأنه ليس من النوع الذي يهرب من السعاب وصيبقى جنديا من جنود تونس هل هذا يعني أستاذ زياد بأن هل نستطيع نقرأ من خلال ذلك أنا لدى رجل طموح سياسي معين أنا لا أتدخل في نواياه لكني أنا أرصد الواقع منذ يوم أمس تقريبا عشية أمس بدأ في حديث في عديد الأوساط التونسية أنه لم لا يترشح الفريق أول رشيد عمار الآن طبعا فريق أول هي صيفة شرفية أو رمزية لما يغادر الجيش يفقد هذه الرطبة العسكرية إذن السؤال هو اليوم أنه لما لا يترشح السيد رشيد عمار إلى رئاسة الجمهورية وهو الذي تتوفر فيه تقريبا كل مواصفات القيادية ونظافة اليد والقدرة على التسير التي تجعله مؤهلا لتحمل المسؤولية الأولى في البلد خاصة وأن الطبقة السياسية برمتها أثبتت فشلا ضريعا في المرحلة السابقة أستاذ زياد وجهت لعمار انتقاضات كثيرة خصوصا في محورين هذه الانتقاضات المحور الأول تعود إلى تسليم عمار لرئيخ رئيس وزراء في العهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي البغداد المحمود إلى السلطات الليبية دون الرجوع إلى الرئيس هل يدفع اليوم عمار ثمن هذه الخطوة التي أقضم عليها لا عفوا اسمحيلي بتصحيح هذه المعلومة هو ليست له هو رجل عسكري ليس له أي دور في القرار السياسي في التسليم أو في القرار التنفيذي في التسليم المؤاخذة التي حصلت حصلت من المسؤول الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية الذي هاجم بشدة الفريق أوه رشيد عمار واتهمه حتى بالخيانة لأنه لم يعلم رئيس الجمهورية بحصول عملية التسليم لأن عملية التسليم هناك عملية نقل بطائرة مروحية تمت من داخل قاعدة عسكرية من تونس العاصمة إلى مطار آخر حيث تم تسليم السيد البغدادي المحمودي إلى السلطة الليبية الحاكمة الآن لكن هو جوابه فمتني كان أن القرار اتخذ التسليم في مجلس وزاري بعد عملية تصويت الجميع كانوا حاضرين فيه وليس من مهمته أن يعلم رئيس الجمهورية بهذه المسائل لأنه يفترض في الرئيس وهو كان ممثلا في القرار وفي آليته أن يكون على علم بذلك والمسرة واضحة أظن ولم تكن سوى زوبعة في فنجانك طيب الانتقاضات الأخرى التي وجهت إلهي بخصوص أدائه في مخص أحداث جبل الشعنبي وهو بحد ذاته قال اكتشفنا الأمر عن طريق الصدفة هل تعتبر هذه ثغرة أمنية هذه ثغرة أمنية أيضا لا نستطيع أن نقول غير ذلك لكن من يتحمل هذه المسؤولية إذا كان رئيس أركان الجيش لا يتحمل هذه المسؤولية لا هو كان واضحا في ذلك هو تحدث تقريبا بشغل واضح جدا عن وجود ثغرات أمنية أساسا على مستوى الاستعلامات وتقريبا وصل إلى حد التلميح الذي يرقى إلى مستوى التصريح هو أنه تعرض إلى عديد من الطعنات إلى أنه كانت يتم كشف وحجب المعلومات تنتني عنه وهما يعني ربما تتورط جهاز نافذة في الحكم الآن فيما يجري الآن في الشعام من تواطئ مع الإرهابيين طيب أستاذ زياد لو فصلنا هذه النقطة أكثر كان يجري حجب المعلومات عن رئيس أركان الجيش من كوبالمن أنا قلت هو تكلم بتلميح يرتق إلى مستوى التصريح تحدث أساسا عن ثغرات في مستوى أجهزة تتبع مباشرة مسؤولين ينتمون إلى حزب حركة الناطر الحاكم طيب أستاذ زياد رئيس الاتحاد العام للشغل انتقد هذه الاستقالة ودعا عمار إلى العودة عنها هناك تخوفات كبيرة برأيك ما هو التخوف الأبرز لديه اليوم مما يتخوف بالضبط أنا أظن التخوف ليس على المؤسسة العسكرية مؤسسة العسكرية فيني قوية مؤسسة منيعة ومتماسكة لكن أليس هناك أستاذ زياد التي تعرضها أليس هناك من تخوف على نهج هذه المؤسسة العسكرية في الوقت الحالي لا على مدى متوسط وبعيد نعم هناك تخوفات لأنه شهدنا منذ الانتخابات الأخيرة وخاصة بعد تركز الحكومة الجديدة التي تقود حركة النهضة هجمات على أكثر من محور من أجل محاولة وضع اليد على كل مفاصل داخل الدولة لكن في الوقت الحالي أؤكد أن هذه المؤسسة العسكرية هي مؤسسة منيعة هي مؤسسة جمهورية وهي متمسكة بالعمل في الأطور الشرعية والأطور الدستورية إذن التخوفات اليوم في تونس من هذه الاستقالة ما هي تداعياتها على الوضع في تونس خصوصا الوضع الأمني الخوف هو أنه في الاستقالة أوضح حتى أن هناك جهات داخل أجهزة الدولة ربما قد تكون عندها في طواطؤات مع المجموعات الإرهابية وأجهزة هذه نافذة وبالتالي فيني مؤثرة المسألة الثانية التي أخافت كثيرا من التونسيين هو حديث الجنرال عن الوضع في تونس وحديثه عن إمكانية الصوملة أن تتحول تونس إلى الصومال هو أوضح ذلك قال أن تونس ليست كجاراتها لا تتوفر على إمكانات طبيعية ضخمة ومالية تمكنها من الصدود مدة طويلة أمام الأزمات فإن التواصل ربما حالة الإنسداد وأي تعطل لعجلة الاقتصاد ستؤدي إلى انهيار الدولة هذا الانهيار سيمكن الجماعات وهي عديدة اليوم في تونس ومنها ما هو مسلح ومنها ما يحضر نفسه لمثل هذه اللحظة مثل ما الشباب الفعل في الصومال من شأنهم أن هذه الجماعات أن تتمكن في ظل انهيار الدولة من كل من السيطرة على المكان الذي تتواجد فيه وتؤثر فيه ونتحول بالتالي إلى حالة شبيه بالصومال طيب أستاذ زياد هل من مرشح ليخلف الجنرال رشيد عمار طبعا هناك بعض التسريبات ومنها ما هو يعني تسريبات مسمومة لكن المؤسسة العسكرية والقيادة العسكرية هي التي ستفرز مرشحها لتحمل هذه المسئولية وتقديري أن الجيش هو الذي سيعين قائده يعين بمعنى هو الذي سيختار قائده والسلطة السياسية ستقوم بتسكيت هذا القرار وإكسائه بالصبغة القانونية طب هل من صبغات سياسية معينة وراء هذه التسميات التي ذكرتها يعني وصفتها بالمسمومة بتكيد اليوم هناك ثمتني أطراف تعتبر أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الذي بقت متماسكة وخارج عن سيطرتها وخارج عن سلطتها وهي تعمل فيني بكل الطرق على أن تحدث ثغرات يمكنها أن تتسلل منها لضرب هذه المؤسسة من داخل وضع اليد عليها وبالتالي من الطبيعية أنه في مثل هذا الظرف الانتقالي أن تكثر ربما الأسماو والورقات التي يتم الإلقاع فيني بها قصد إلقاع حالة من الإرباك التي لن تمر على كل حال طب أستاذ زياد قبل أن ندخل في المواضيع الصحف التركية اليوم ولكن باختصار لو سمحت هناك يعني يبرز تخوف هناك كثير من الحديث عن تخوف من تحويل يعني الجيش أو أخوانة الجيش هل لديكم هذا التخوف أنا أشرت إلى ذلك أنا لم أسمي لكن شكرا لك أنت قمت فيني بالتسمية نحن للأسف اليوم نتعامل مع أطراف سياسية تعتبر العملية الديمقراطية هي مجرد مطية مجرد أداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الهدف الأساسي ربما هو وضع اليد على الدولة وعلى المجتمع وإعادة تشكيلهم حسب بناها الفكرية نعم أستاذ زياد سنتابع الحدث لكن من المحور الأقليمي الصحف التركية تسأل أين تركيا وهناك رسائل على ضفتي الأطلسي لنتابع ماذا في التفاصيل مليات جيزي والأكراد قال رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردية صلاح الدين ديمرتاش في حوار مع الصحيفة إن العملية المتعلقة بحل المسألة الكردية كان يمكن لها أن تتوقف أثناء أحداث حديقة جيزي لافتا إلى أن طريقة قمع المحتجين والخطاب الذي كان يستخدمه حزب العدالة والتنمية أوقع عبدالله أجلان في حرج كبير وقد بذلنا جهودا خارقة لمنع العودة إلى العمليات العسكرية التي كان يمكن أن تنفجر في أي لحظة ديمرتاش قال نحن ننتظر بدء المرحلة الثانية من الحل التي تقع على عاطق الحكومة وتلحظ تعديلات دستورية وقانونية وقد أكد أجلان في رسالته الجديدة إلى الدولة أن حل المشكلة الكردية يأتي في إطار تعزيز الديمقراطية في تركيا وليس العكس حريات رسائل من على ضفتي الأطلسي هتفات التأييد التي قبل بها أردوغان من جانب أهالي متخرجي كلية الشرطة وكلمته أمامهم تعكس المدى الذي أصبح فيه البوليس في تركيا مسيسا ويعتمد عليه أردوغان لكن هذا لا يعفيه من رسائل جاءته خلال اليومين الماضيين أولها من صديقه أوباما الذي دعاه إلى عدم استخدام العنف وثانيها من المجلس الأوروبي وثالثها من سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة لقد دلل الغرب أردوغان على مدى عشر سنوات ولم يكونوا يحاسبونه على سجل حقوق الإنسان لكن من الواضح أن تركيا دخلت بعد أحداث تقسيم مرحلة جديدة معيارها الحريات والتسامح وستكون تركيا أمام امتحان مفصلي جمهوريات أي تركيا؟ خرجت انتفاضة تقسيم وخرج مقابلها مؤيد حزب العدالة والتنمية هناك تركيا ذات الأكثرية العددية وتركيا المتطلعة إلى الشراقة مع الآخر أما وظيفة الدولة فهي أن تمزج بين الجبهتين وتعلمهما أن يعيشا معا وأن يحترما بعضهما الآخر الوضع اليوم ليس هكذا بل إن الدولة تقوم بممارسات معاكسة لذلك تعمق الشرخ بينهما بفضل سياسات التحريض والتفرقة أستاذ زياد بأحدى الصحفة التركية سألت أين تركيا؟ نسأل اليوم أين تونس في ظل المتغيرات في تركيا؟ في قطر؟ في العراق؟ في بلدان المغرب العربي؟ أين هي تونس؟ أين تونس؟ في ظل كل هذه المتغيرات كما ذكرنا من تركيا إلى مصر إلى قطر اليوم إلى العراق إلى المتغيرات في بلدان المغرب العربي أين هي تونس؟ بالنسبة لتونس تونس تحاول أن تخطى نهجا مستقلا وتجريبة مستقلة تعكس إرادة شعبها وتطلعات نخابها بعيدا عن المخططات الإقليمية اليوم واضح جدا أن هناك عمل أو هناك تشكيل فعلي لهلال أو لقوس سني إسلامي سني يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى تركيا شرقا وهذا الهلال يستهدف أولا هم يقولون لمواجهة القوس الشيعي لكن في الواقع هو لإعادة تشكيل السياسات في المنطقة والقضاء ربما على خط المقاومة وخط الممانعة ممثلا في الثلاثي إيران سوريا حزب الله وفي نفس الوقت معناها خلق أوضاع متفجرة في الخاسرة الروسية شمالا عند حدودها الجنوبية هذا هو المخطط العام كما نرى نرى أن تركيا التي اندرجت في هذا المخطط ستدفع ثمنا في نتنباهظا شهدنا قبل أيام مشكلة التقسيم لكن هناك المشكلة الأكبر والتي ستزداد وضوحا في المرحلة القادمة وهي المشكلة الكردية التي تهدد بتقسيم تركيا ويبدو أن هذا التوجه الذي سنراه يتحقق على المستوى المتوسط إذن وسط كل هذا الحراك وسط كل هذه المخططات نحن نريد أن نبني تجربة تكون مستقلة تخدم التونسيين وتخدم تطلعاتهم وتكون بمنع عن هذه التجذبات وترفض أن تكون أداة فيها طيب أستاذ زياد واختصار لو سمحت لذي كل الوقت كيف ترى توزع الأدوار في ظل ما تتحدث كيف تنظر إلى توزع الأدوار اليوم في العالم العربي في ظل كل هذه المتغيرات الكبيرة التي تحدث هو الوضع صعب وصعب جدا هناك طوق في كامل المنطقة للحرية لبناء مجتمعات عادلة للتخلص من الحكم الاستبدائي حكم المشايخ التقليدي الذي يلغي الحريات والذي يكرس الفساد اليوم حركة التعليم تنتشر لكن كذلك الأمية ما زالت معناها معششة بشكل كبير في وطننا هناك عملية جدلية هناك تطور هناك صراع لكن نعتقد أن المستقبل لا يمكنه إلا أن يكون خيرا إن شاء الله ونحن نأمل ذلك أستاذ زياد الهاني رئيس تحرير صحيفة الصحافة اليوم التونسي حدثنا من تونس شكرا لك إذن مشاهدينا كانت هذه حلقة آخر طبعا لقاكم غدا السلام عليكم اشتركوا في القناة